بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن اللطف وردت اشتقاقات كلمة اللطف في القرآن الكريم ثمان مرات اللطف هو أن تصل إلى أربك في رفق عدد سور القرآن أربع عشرة ومائة سورة عدد أجزائه ثلاثون أحزابه ستون آياته ستة عشرة ومائتين وستة آلاف آي ستة آلاف ومائتين وستة عش كلماته سبع وثلاثون وأربعمائة وسبع وسبعون ألف كلمة سبع وسبعين ألف وأربعمية وسبع وثلاثين الكلمة الواقعة في وسط القرآن الكريم وليتلطف قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً كأن اللطفة واسطة لعقد في القرآن الكريم وهو كذلك في أخلاق المسلم قارئ القرآن الكريم اللطيف اسم من أسماء الله تعالى ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع منها خمسة مواضع يقترن مع الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير يا ابني إنها إن تكم إثقال حبة من خردن فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز قال المفسرون الله اللطيف هو العالم بدقائق مصالح عباده الموصلها إليهم في رفق الله بيوصل لك مصلحتك بس برفق في اقتران اللطف بالخبرة إشارة إلى أن من أراد أن يتدرب على اللطف فعليه التزود من العلم أرأيتم إلى الثلج يتراكم منه على الأرض أطنان لكن الله ينزل من السماء نثرات رقيقة وحبات لطيفة ولو نزل من السماء أطناناً لقتلنا إن الذي أنزله لطيف خبير شوي شوي يعني أنت لما بدك شغلة توصلة مو دجة وحده هيك دجة وحده تأذي من هو قبالتك شوي شوي مرء الأمور أرأيتم إلى ماء المطر يملأ الأنهار والبحار والمحيطات لكنه ينزل من السماء قطرات وبخات ولو نزل من السماء أنهاراً لأهلكنا إن الذي أنزله لطيف خبير بدك من ابنك شغلة مو دجة وحده هيك تطلبها شوي شوي بدك من زوجتك شغلة مو كتلة وحده هلأ هلأ يا بدك تصير هالشغلة يا ما بدك تصير ما بيمشي الحال تفزر له مخه للمخلوق بدك من جوزك شغلة مو فوراً يعني هلأ هلأ قبل ما يجي العيد بدك تكون موجودة هالشغلة هيك دجة وحده صعب بدك لطف بدك شوي شوي الله لطيف يوصل إليك أربك في لطف ومن هنا قال الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين في قوله تعالى الله لطيف بعباده قال يلطف بهم في الرزق من وجهين يجعل رزقهم من الطيبات ولا يدفعه إليهم مرة واحدة بل يجعله دفعات ودفعات والله الحمد لله يا إخوان من واحد لما أول ما بيولاد تجي رزقته كل أطع وحدي خمسمائة مليون من حطه قدام سرير الولادي الحمد لله شي شوي الله بيجيب لك الرزق على دفعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل اللطف لينا العريكة روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره فعن أنسر رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تريبت جبينه من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أراد تصويبا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا حتى لا يحرج أحدا من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجبر خاطر البسطاء روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا والله ما كان يمتنع في غدات باردة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بالماء وذراعيه وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه فلا ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون السائل هو الذي ينصرف وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه من لطفه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتودد لأهله ويمازح الصغار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله روى ابن سعد عن عائشة أنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت كان ألينا الناس بساما ضحاكا روى أحمد عن أنس قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلاطفنا كثيرا حتى قال لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعلن نغير من لطفه صلى الله عليه وسلم مراعاة حاجة الآخرين فقد روى المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليلا فسلم تسليما يسمع اليقضان ولا يوقظ النائم فاتمة أخر يسمع اليقضان ولا يوقظ النائم يراعي حاجات الآخرين ختاما يا أيها الأخوة إليكم أمورا أربعة تدرب المرأ على اللطف إذا واحد يحس حاله ما في شيء يعني إذا واحد يحس حاله هيك جليف في واحد يقول لك أخي أنا طبيعتي هيك ما بعد هم بحاول يعني إطلطاف بس ما عم بقدير هيك بحس حالي دجة وحدة يعني قاسي شو أعمال أربعة أمور تدربك على اللطف واحد زيادة العلمي كلما حضرت مجالس علم أكثر كلما قرأت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر كلما ارتفعت في رتبتك العلمية أكثر متوقع يعني زيادة العلم أنها تعينك على اللطف لأن اسم اللطيف اقترن في القرآن الكريم مع اسم الخبير والخبير هو العالم بدقائق الأمور فاللطف مقترن بالعلمي والخرق والطيش مقترن غالبا بالجهل في أخت خريجة جامعية اتزوجت واحد معه ابتدائي هلا هو ما له شرير بس خطية يعني كان يعذبها كثيرا في عقله الباطن هو يعني يشاهد أنه هاي مع شهادة أنا ما معي ليقوم تشوف حالة علي شان ما تشوف حالة علي أنا لازم أظهر قوته وشو طريقة أظهر قوته يعني بدل ما يظهر قوته بالأداب أو بالإحسان بالإكرام صار يظهر قوته العضلية يظهر قوته أنه لما بيصرخه بيصرخ صوت عالي ولما بيكسر الطاولة قدامه أنه شان هي تخاف تشعر أنه هو يعني هو له مكان في مشكلة الحل بالعلم هو المتوقع يعني متوقع أنه جامعي يعني أو جامعية ياخدها جامعي أفضل طبعاً مو كل اللي معه ابتدائي هيك مو كل اللي معه أعداده في واحد معه كمان جامعة وأخلاء عكرة أسوأ بكثير بس على كل أحوال يعني التقارب العلمي بفيد فاللطف مقترن بالعلمي والخرق والطيش مقترن غالباً بالجهلي فاحرص على الازدياد من العلم وعلى لزوم مجالس العلم وأكثر من القراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه ليجعل اللطف محبوباً لديك مطبوعاً فيك إلا إذا في واحد بيناتنا ما صح له إلا يدرس للابتدائي لسبب من الأسباب أخة ما صح له إلا تدرس للابتدائي ماشي العلم ما له مقترن بالمدرسة العلم في مجالس علم في كتب تقرأ في أساتذة في شيوخ في شيخات في آنسات بتوجه هذه الفتاة وبتوجه هذه الشاب بس الحقيقة إذا الشاب بقي على ما تعلمه وعم يشتغل وياكل ويشرب الحقيقة الحقيقة هو أقرب للفضاظة والغلاظة مثل الأعراب الأعراب كان عندهم فضاظة وغلاظة عجيبة في حديث كلنا بنعرفه بس أنا مرات بجي بتخيله فعلاً عجيب هذا حديث البدوي الأعرابي اللي إجا وباله في المسجد فضيع هذا بالله تتخيلوا يعني نحن الآن قاعدين وليلة من العشر الأخير وعم يساوي هذا الدرس وبيفتلك واحد من هذا الباب هيك لم يسعدوا الدنيا كلها يأتي وهون هون بصف الأول يقول له له الولاد بعيد هيك لإلا يرفع عن أوعين استغفر الله العظيم هكذا كانوا الأعراب فضاظة غلاظة خشونة ما في جنس الفهم إجا الإسلام حولهم إلى أرقى الناس حولهم إلى رتبة عالية من الأداب رتبة عالية من الأخلاق بالعلم العلم ليس مرتبط بالمدرسة الذي لا يستطيع أن يتابع دراسته فليحضر مجالس العلم فليلزم مجالس العلماء يرقونه أربع أمور تساعدك على اللطف تتدرب بها على اللطف واحد بزيادة العلم اثنين بزيادة الذكر فكثرة ذكر الله تجعلك قريبا من المذكور وتسهل عليك التخلق بالأخلاق التي يحبها الله تعالى ومنها اللطف ثلاثة بمراقبة أهل اللطف من الفضلاء والتأسي بهم راقب هيك إذا واحد لطيف والله يتابعه لتتعلم طرقا جديدة لطيفة للتعامل مع الأحداث وألفاظا لطيفة تواجه بها ما يزعجك أو ما تريد تحقيقه لطفا لا تركن سيارتك أمام المبنى بدل لا تضع سيارتك هنا يا كذا يعني هي الجملة وهي الجملة بس الأولانية بتوصلك لأربك في رفق الثانية بتوصلك لأربك كمان بس بغلازة أرجو أن تصوي بلي إن كنت مخطئا بدل أنا لا أخطئ وكلامي كله صحيح اسمح لي أن أخالفك الرأي في هذه المسألة بدل أنت على خطأ والصواب ما سأقوله لك وهكذا يعلمك أهل اللطف والفضل طرقا وألفاظا جديدة توصلك إلى أربك برفق ولطف بدل الغلظة والخرق رابعا وأخيرا بمجاهدة النفس لأن النفس حارون تحب أن تكون غضبية سبعية أي نفس مالم رباي بتحب هيك أنه هي يعني تسيطر على الآخرين مثل السبع يعني ما بده يجي هيك ويفترس الآخرين نفس الإنسان بدون تربية أنه أنا هيك بتكون كل كون تنقمع لألي بس أنت مطلوب إليك لما بتدخل العلم تدخل الذكر بتصاحب أهل الفضل بتجاهد نفسك فتشعر نفسك بأنك واحد من هؤلاء الناس تخطئ ويصيب ويخطئون ويصيبون ونتعاون لنصل إلى ما نريد لأن النفس حارون تحب أن تكون غضبية سبعية ومخالفتها بحملها على التخلق بأخلاق أهل الكمال كمال لها بهذه الأربعة يكتسب المرء لطفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء يا أيها الإخوة الآن إذا لم ينعكس صيام رمضان وقيام رمضان وصدقات رمضان وقرآن رمضان عليك أخلاقا وسلوكا نخشى أن يكون الصيام جوعا وعطش وقد اخترت من كل الأخلاق خلقا هو واسطة العقد لكن مطلوب إلي وإليك أنه أنا أطلع خطوة في الأخلاق أطلع خطوة في السلوك تماما مثل يلي بيحضر دورة إنجليزي 30 يوم متوقع أنه هو يطلع درجة في نطقه للغة الإنجليزية أما هلأ الحقيقة بس يخلصوا 30 يوم إنجليزي أنا أجي لكم والله نسيت كل شيء وما بعرف كل شيء وما بعرف أنطق شيئا معنات أنا ما استفدت من الدورة هلأ متوقع أنت تطلع بعد رمضان هو مئة بالمئة ما حتصير متل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مئة بالمئة إنه خطوة ضرب درجة درجة فقط والنطلع الزرغة والنطلع الزرغة والنطلع الزرغة والرابعة من هنا إلى 20 سنة رمضان 30 سنة رمضان سوف تجد حالك أنت صرت في درجات عليات بس هلено تقولوا 30 رمضان وأنت مكانك راويح يعني عفوا أخلاقك تبع هذه السنة نفس أخلاقك تبع 4-5 سنين لا تغير شيء أخلاقك تبع هذه السنة نفس أخلاقك تبع 3-4 سنين قادمات لا تغيرنا شيء المتوقع أن رمضان ينعكس فينا سلوكا وإن شاء الله هذا سنبذله وسننشره فيما بيننا أن تكون عباداتنا منعكسة سلوكا وأخلاقا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ترجمة نانسي قنقر